ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد المسألة الرابعة والستون التقدير اليومي فالله جل وعلا كما قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فيا أيها العبد أولا إن الله جل وعلا هو الغني بذاته عن جميع خلقه وهو واسع الجود والكرم والعطاء فكل الخلق مفتقرون إليه يسألونه جميع ما يحتاجونه ولا يستغنون عن ربهم طرف تعين فهو في كل يوم يغني فقيرا ويجبر كثيرا ويعطي قوما ويمنع آخرين ويرفع قوما ويضع آخرين ولا يشغله شأن عن شأن فأقبل عليه كل يوم بالطاعة والتوبة والاستغفاء والإنابة وقد قال عليه الصلاة والسلام وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى الله عز وجل في اليوم مئة مرة فيا أيها المسلم سر على منهج رسولك عليه الصلاة والسلام في أيامك ولياليك ثانيا استغل كل يوم من عملك فيما يقنبك إلى ربك من الصلاة والصيام والذكر والصدقة وفي كل أعمال الطاعات ومن ذلك ألف حافظ على الصلوات الخمسة المفروضة وليكم الذكر الرجل بأدائها في المسجد مع جماعة المسلمين قائما بشغوطها وأركانها وواجباتها مجتهدا في الخشوع فيها وكذلك يقيم الفرائض اليومية من حقوق الله وحقوق عباده فتنبه فقك الله إلى كل واجب عليك في أي يوم من هذه الأيام بأ اكسب كل يوم ألف حسنة سبح الله من التسبيحة فما أسهلها وما أيسرها فهذا مندوب إليه وقد قال موسى الجهني عن مصعب بن سعد حدثني أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجزوا قال كنا عند أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله أحد لسائه كيف يكسبها قال يسبح من التسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة جيم صل صلاة الضحى كل يوم فإن فيها فضلا عظيما وإنها تجزو عن ثلاثمائهم ستين صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلام أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهر عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وقد جاء في بغناء أنها تجزي عن ثلاثمائة وستين صدقة نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دال صلي كل يوم ثنتي عشرة ركعة تقوعا غير الفنيضة صلي هذه السنن وهي رواتب وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد مسلم توضع فأصبغ الوضوء ثم صلى في كل يوم تنتي عشرة ركعة تقوعا غير الفنيضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة ها قل كل صباح ومساء ليلة ما جاء عن أبا بن عثمان يقول سمعت عثمان يا ابن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسمعليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلا حتى يصبح ومن قال حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلا حتى يمسي وهكذا أخي المسلم احكس على هذا قال قاوي فأصاب أبان الفالج فجعل الرجل الذي سمع من الحديث ينظر إليه فقال له ما لك تنظر إليه فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان عن نبي عليه الصلاة والسلام ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها فيا أيها المسلم احنص أفكك الله على أن تقول هذا لتكون في حصن حصين بفضل الله عز وجل والفالج هو الشلل الذي يصيب أحد شقه الجسم بطوله واو اذهب إلى المسجد فتعلم كل يوم آيتين أو أكثر من كتاب الله عز وجل فقد قال عليه الصلاة والسلام فلأني يغدو أحدكم كل يوم المسجد فيتعلم آيتين خير لهم من ناقتين كوموين أو كما قال عليه الصلاة والسلام زا اجتهد في أعمال الطاعات بحيث أنك لو قدر عليك أن أصبت في جسدك كتب الله لك ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصاب بلا في جسده إلا أمر الله الحفظ الذين يحفظوا أن يكتبوا لعبدي في كل يوم ولير من الخير على ما كان يعمل ما دام محبوسا في وثاقي فأنت وفقك الله اجتهد في الطاعات في كل يوم وأحرص أن تنفق يومك فيما يكون لك عند الله عز وجل وفقك الله المسألة الخامس والستون القضاء والقدر إذا اجتمعا القضاء هو الفصل والحكم ويأتي مع الخلق والقدر ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كأن الأبد فهو الحكم السابق قال ابن البطال القضاء هو المقضي فيكون القضاء مع الخلق كما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين فالقضاء من الله عز وجل أخص من القدر لأن الفصل بين التقديرين لأنه القضاء هو الفصل بين التقديرين فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع قلت ويكون القضاء مع القدر نعم كما قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا ما بدا لكم فما قبى الله تعالى فهو كائن وليس من كل ما يكون الولد والقدر الكوني هو ما قدره الله وشاءه وأراده كونا ويدخل فيه كل ما يقع مما يحبه الله ويرضاه أو لا يحبه وأما القدر الشرعي فهو المتعلق ما يحبه الله ويرضاه دون ما يكونه ويبغضه وقد يقع الشرعي وقد لا يقع وأما القضاء الكوني فلا بد من وقوعه كما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأما القضاء الشرعي فقد يقع وقد يتخلف كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فيا أيها العبد قم بما شرعه الله لك مما يحبه ويرضاه واجتنب ما نهاك الله عنه أو نهاك عنه رسوله عليه الصلاة والسلام ومن ذلك أولا استقم على عبادة الله عز وجل وعلى تحقيق التوحيد بعبادة الله وحده لا شيء له وأحسن إلى والديك كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بقوا الوالدين الحديث بأ احذر من الفساد في الأرض بالذنوب والمعاصي فإن عاقبتها وخيمة قال الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يتفسدن في الأرض مرأتين أي أخبرناهم في كتابهم أنهم لا بد أن يحصل منهم فساد في الأرض مرأتين بعمل الذنوب والعلو في الأرض وأنه إذا وقع واحد من الإفسادتين صلت الله عليهم الأعداء وانتقم منهم فهذا تحذير لهم وإنذار لهم لعلهم يرجعون جيم لا تنظر إلى القضاء الكوني فإن هذا أمر نعم لا بد من وقوعه وأما أنت فانظر إلى الأعمال والأمر والنهي الذي جاء إليك من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام فاجتهد في عمل الخير واجتهد في أعمال بر وفيما يقعبك إلى الله عز وجل ومن ذلك الشفاعة الحسنة لأخيك المسلم يقول عليه الصلاة والسلام اشفعوا فهيا أيها المسلم إلى ما ينفعك نعم وانظر إلى ما قباه الله مما شرعه كبير الوالدين والصنوات الخمس وغيرها من الطاعات وتجنب الذنوب وتجنب المعاصي واتق الله عز وجل في بقية عمرك المسألة السادس والستون كل ما يصيب العبد إنما هو بقدر الله عز وجل ولا يكون إلا بعد القدر اعلم أيها العبد أن كل ما يصيبك فهو مقدر عليك وأنه لا يصيبك إلا بعد أن قدره الله عليك ولذلك ألف أولا احذر من الذنوب فإنها من أسباب حصول المصائب بعد القدر فإنها لا تأتي إلا وقد قدرت ومن تلك الذنوب العجب النفس قال ابن عباس رضي الله عنهما ما أصاب داود بعد القدر إلا عجب به من نفسه وذلك أنه قال يا رب ما من ساعة من ليل أو نهار إلا هو عابد من آل داود يعبدك يصلي لك أو يسبح أو يكب وذكر أشياء فكجه الله ذلك فقال إن ذلك لم يكن إلا بي فلولا عوني ما قويت عليه وجلالي لأكلنك إلا إلى نفسك يوما قال يا رب فأخبرني به فأصابته الفتنة ذلك اليوم أواه الحاكم وقال هذا سحر الإسناد ونعم وعواه البهك من طيق الحاكم وقال الذهبي في التلخيص صحيح ثانيا اعلم أيها المسلم أن أكثر من يموت من أمة محمد بعد قضاء الله وقدره بالعين يقول عليه الصلاة والسلام أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله عز وجل وقضائه وقدره بالعين فإذا رأيت ما يعجبك من أخيك المسلم فادع له بالبركة ولا تقتل أخاك بالعين يقول عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة إذا رأيت ما يعجبك قل بارك الله فيك بارك الله فيكم بارك الله في أعمالكم وهكذا نعم آخذا بتوجيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثالثا اعلم أن الحذر لا ينجي من القدر بعض الناس يظن أنه كلما أخذ حذره فإنه سوف يخلص من القدر وينجو منه هذا الكلام ليس بالصحيح إنما قدره الله سيقع سيقع من الأمور الكونية ولن يتخلف أبدا مهما أخذت من جوانب الحذر ولكنك أيضا مأمور بأن تأخذ الحذر وأن تبتعد عن الهلكة والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة انظروا بعض الناس الآن يسرع بالسيارة أو يفحق بالسيارة نعم فإذا كنت قل الله لا تلقوا بأيديك قال يا أخي إذا قدر علي شاء كان فهو يأتي بهذا الكلام ولا يأخذ الجانب الشرعي فإن الجانب الشرعي هو المطلوب مني ومنك وأما القدر الإيمان بأنه سيقع وسيحصل ما عصابنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أيضا نأخذ الحذر من التوجيهات الشرعية فإن الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فابتعد عن طرق الهلكة ومن ذلك يعني استعمال بعض الأمور التي يهلك بها العبد وهي من الذنوب أيضا كشرم بالدخاني وشرم المسكرات وشرم المخدرات فهذه هي محرمة أيضا وهي أيضا طرق إلى الهلكة نسأل الله العافية ولكن يجب أن نؤمن أنه مهما تحذر الإنسان فإن القدر نافذ وواقع قال ابن عباس رضي الله عنهما إن القدر إذا جاء حال دون البصر وقال رضي الله عنهما كان الهدهد يدل سليمان على الماء فقال له قائل وكيف ذلك والهدهد ينصب له الفخ يلقى عليه التراب فقال نعم رضي الله تعالى قال كلاما قال أولم يكن إذا جاء القدر ذهب البصر فعل إذا جاء القدر وقدر الله جل وعلا ذهب البصر وذهبت كل الحيل نعم ولذلك أيها المسلم اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كما قال عليه الصلاة والسلام غفعت الأقلام وجفت الصحف ولكننا في هذا الجانب نريد أن نأخذ جانب التوجيهات الشرعية من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام فيتجنب الإنسان مواقع الهنكة ولا يقتل نفسه ولا يتعرض من البلاء نعم لما لا يطيق وإنما يسلك جوانب الجوانب المفيدة جوانب الخير وهو مؤمن بذلك كله وهو مؤمن أيضا أن القدر وأن الحذر لا يوجد من القدر هذا وصلى الله وسلم وبرك عن نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته